بسم الله الرحمن الرحيم بشأن النتائج النهائية للانتخابات المرحلة الأولى بمناسبة إجراء انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحام مصر والتي تعد من أزهى صور الممارسات الديمقراطية في وطننا الغالي وتكريسا لهذه الديمقراطية التي أرسد عائمها فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلبية لطلب معالي السيد الأستاذ رجاء أعطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب فقد صدر قرار معالي الوزير المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات برئاستنا نحن والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى وعضويا كل من السيد المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد نائب رئيس الهيئة نائبا لرئيس اللجنة والسيد المستشار أمجد محمد سمير واصل والسيد المستشار علي محمد علي ميدان والسيد المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي والسيد المستشار حربي عبد السميع أحمد علي والسيد المستشار عادل محمد حسين والسيد المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين والسيد المستشار الدكتور إسماعيل منصور فراجريس وقد بأشرت اللجنة مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافيات الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 كوفينتين كورونا فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العمليات الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء معايل الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة وقد وجريت انتخابات المرحلة الأولى في 18 نقابة فارعية وهي شمال الجيزة جنوب الجيزة الفيوم بنسويف المينيا شمال أسيوت جنوب أسيوت الوادي الجديد سوهاج قنة الأكسر أسوان البحر الأحمر الإسماعيلية بورت سعيد السويس شمال سيناء جنوب سيناء وقد ثبت لللجنة العليا تلاتي أولا اكتمال النصاب القانوني لعدد 16 نقابة فارعية ومن ثم إجراء عمليات الفرز وعلى النتائج التي جاءت كلاتي واحد نقابة جنوب الجيزة الفارعية بلغ عدد أعضاء الجميات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 19.208 عضم وبلغ عدد الحاضرين 4.248 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ جمال عمر عبد الفتاح فرج نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد صلاح حسين عودة عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه أشرف عبد الله أحمد إبراهيم ضيف الله صدق الطيب محمد جمال سيد سليمان زايد أحمد صابر عبد الفتاح حسن أحمد محمد أحمد منصور عماد حسين محمد علي جمع سيد أمين رشوان محمد سيد محمود محمد الفخراني جمال مختار علي محمد شمس محمود سعد الدين عبد العال نقابة الفيوم الفرعية بلغ عدد عضاء الجميات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بأذين نقابة عدد 3762 عضوا وبلغ عدد الحاضرين 2432 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة للعملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ حازم طا عبد العليم محمد نقيبا لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد حكيم أحمد سعيد عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه محمود أحمد حسن حسان حجاج ياسين روبي حسن حماد عبد العيل عبد الباقي صالح سيد عباس شعبان عبد العيل إدريس عبد الله إبراهيم عبد العاطي إبراهيم محمد علي عبد الرحيم محمد أحمد عبد الحميد حسين مقابة بن سويف الفرقية بلغ عدد عضاء الجميات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 5159 عضوا وبلغ عدد الحاضرين 2870 ناخبا وبذلك يكون المصاب القانوني قد اكتمن وقد أعلنت اللجنة القضايات العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ طاري عبد العظيم عبد الحليم محمد نقيبا لحصوله على الأصوات وفوز السيد الأستاذ أحمد حسن الشاكر أبو زيت قمر عن مقعد الشباب لحصوله على الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه محمد مصر حسن أبو الحسن أحمد شعبان محمد محمد منصور محمد فارق ومحمد جابر جمال ربيع عبد الوهاب عبد الناصر إبراهيم شراقي عبد السلام عمار محمد أحمد محمود علي عبد القادر علي القاسم من شاوي عبد المينة عبد الوارس علي نقابة المينة الفرعي بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكتوف الناخبين بهذه النقابة عدد 7.434 عضوا وبلغ عدد الحاضرين 4.287 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضايات العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ علي الدين حسن محمد زكي نقيبا لحصوله على هارة الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد شادي محمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على هارة الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه رضا حسن إبراهيم حسن عامر علي علي حمد ياسر إبراهيم محمد صالح شعبان جابر علي محمد شريف محمود عباس أحمد أمرو شهد صابر حسين محمد رجب محمد السيد أبدالله عيد عبد الحميد محمد حسين حسن عبد الودود أحمد ربيه مهران جادر ربي إبراهيم نقابة شمال أسيوط الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 3546 عضوى وبلغ عدد الحاضرين 2216 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد كمال عباس رجدان نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات وفوز السيد الأستاذ محسن صلاح محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كلا منه أيمن بشرة أحمد محمد جاد أرفان محمد أحمد عبد المولى مصطفى رمضان عبد التواب خالد بغدادي أحمد عبد الله حسن إبراهيم سلطان قفطان مصطفى عبد الرحمن عبد المحسن عثمان محمد حمدي أحمد محمد نقابة جنوب السيوط الفرعية بلغ هذا ضعضاء الجمعات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4040 عضو وبلغ عدد الحاضرين 2313 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائيات العامة المشرفة على العملية للانتخابيات بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ أحمد محمود أحمد حسين نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات وفوز السيد الأستاذ ضياء الدين سالم محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه باهر محمد عبد الرحمن أحمد محمد هاشم أبحكيم علي عثمان إبراهيم شلبي محمود حسن أحمد حسن بكر عبد العزيز عبد الله جمال عيد ثابت نقابة الوادي الجديد الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 350 عضو وبلغ عدد الحاضرين 299 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابات بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد بشير رشيدي نقيبا لحصوله على أعلى الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد سيد محمد غبوش عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه محمد عمر علي حسن أحمد عبد النعيم سليم عبد النعيم محمود عبد الشكور علي سعيد محمد محمود سيد مرزوق محمد جمعة مهدي محمد محمد محمود نور الدين هاني إبراهيم أحمد مهرام نقابة سوهاج الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 7590 عضون وبلغ عدد الحاضرين 4120 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمن وقد أعلنت اللجنة القضايات العامة المشرفة على العاملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ عادل صادح حسن أبو الشباب نقيبا لحصوله على الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد صلاح أحمد فؤاد عن مقعد الشباب لحصوله على الأصوات كما فاز بمقعد العضوات كل منه أحمد دياب أحمد علي أحمد محمد عبد الحميد محمد يسري أحمد عبد المطالب أبو مديان مهدي محمد علاء محمد علي قاسم عبد الرحمن شكر خلف رفعة محمد محمد عبد العال حسام الدين حسن محمد إسماعيل أحمد محمد أبو حساب عبد اللطيف محمد جبريل لنصر الدين همام أفتاة أحمد مرسي عبد المغيس وليد كمال حامد محمد نقابة قناء الفرعي بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة أربعة تلاف خمسمية واربعة عضو وبلغ عدد الحاضرين مصر محمد محمود أحمد شورة محمود فاوي عبد الرحيم أحمد محمد عبد اللطيف زيدان أحمد محمد حسن محمود أحمد كامل أبو الحسن عوف قاسم عبد العطي محمد محمود يحيى عبد الفتاح محمد معتوق فوز محمد الصغير يوسف هند محمد عبد الموطي علي محمود محمد عباس مصطفى نقابة الأقصر الفرعي بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد الفين وتسعين عضو وبلغ عدد الحاضرين الف خمسمية خمسة واربعين ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتامل وقد أعلنت لجنة القضائية العامة المشرفة على العمليات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ الدوشي شاكر أبو دوح نقيبا بالتسكية وفوز السيد الأستاذ عمر عبد القادر عليه السلام عن مقعد الشباب لحصولها على الأصوات كما فاز بمقعد العضوات كلا من قناوي عبد الباقي فهم قناوي السيد عبد الله أحمد عبد الله عبد النعيم عباس عبد النعيم عبد العال أبو الحسن سعدي صابر خالد خضر حفن سيد أشرف عدنان حسين علي عبد الباصد محمد أحمد علي نقابة أسوان الفرعي بلغ عدد أعضاء الجميات العمومية المقايدين أبو كشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2521 عضوة وبلغ عدد الحاضرين 1880 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد محمود فامي أحمد أبو كرورة نقيبا لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ علي يوسف محمد حامد عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه محمد أحمد ورابي محمد حسين محمد صالح حسين حمد محمد 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 محمود الزيدين ياسين أحمد ياسين ميجاة قرباوي علي حسين مصطفى محمود محمد فراد نبيل يوسف أحمد حسين نقابة الإسماعليات الفرعية بلى عدد أضاء الجمعية العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2854 ناخبا وبلغ عدد الحاضرين 1825 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتام قد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل نقيما لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ شهاب فتح أحمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل منه مصطفى محمد مدني كحلاوي عثمان أبو القاسب حمدي عبد الهواب محمد الهادي محسن فتح علي محمد فارس علي فارس محمد عيد سليم ياسر حسين خليل مقابة بور سعيد الفرعي بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1731 ناخبا وبلغ عدد حاضرين 1213 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمن قد ألانت اللجنة القضائية المشرفة على العملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ صفد عبد الحميد محمد عبد الخالي ناخبا لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ أحمد محمد محمود همام عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل من أحمد السيد فاضل الزلاط مندوح محمد حسين شمس خالد عبد الرحمن عبد النبي عبد الله رضا محمد محمد السيد رخا محمد عبد الرحمن سالم حميد حسناء محمود محمد السنب السكاني محمد محمد صالح بدير مقابة السويس الفرعية بلغ عدد عضاء الجامعات العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1664 ناخبا وبلغ عدد العاضلين 1295 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانون قد اكتمل وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ أشرف فاروق عربي نقيبا لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد محمود محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كلا من أحمد محمد محمود محمد العدو سميرة عبد الربو أبو زيد أحمد إبراهيم أحمد حامل إبراهيم محمد زكي إبراهيم أحمد محمد غريب فتحي خالد محمود حسين أسامة الباز محمد سلامة نقابة شمال سيناء الفرعية بلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية المقايدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 458 ناخبا وبلغ عدد الحاضرين 379 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمن وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ممدوح محمد عبد السلام نقيبا لحصول على أعلى الأصوات وفوز السيد الأستاذ أشرف فاروس حسين عن مقعد الشباب لحصول على أعلى الأصوات كما فاز بمقعد العضوية كل من محمد محمود علاء الدين أحمد سالم سليمان صابر صلاح الدين عبد السلام أحمد جمع عبد الرحمن سليمان إبراهيم علي أيمن محمد متولي تامر عبد الفتاح محمد نقابة جنوب سيناء الفرعية بلغ عدد أضاء الجمعية العمومية المقيدينة بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 383 ناخبا وبلغ عدد الحاضرين 304 ناخبا وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمن وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملات الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ خالد محمد علي السيد عمار نقيبا لحصوله على أهل الأصوات وفوز السيد الأستاذ محمد السيد أحمد محمد موسى عن مقعد الشباب لحصوله على أهل الأصوات كما فاز بمقعد العضوية تكون لمن أحمد علي الوصال أحمد محمود بشادي عمر مختار دويني عمر أهل مصطفى عبد العزيز السيد أحمد الهادي أهل جلال عليه السلام موسعد سليمان صالح مبارك أحمد ناصر محمد موسى حسن عبد الموطي عليان محمد ثانيا لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء عمليات الفرز وألان النتائج في نقبتين شمال الجزة والبحر الأعمى وطبقا لنص المادتين 124 و151 من قانون المحامة رقم 1783 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يلزم لصحة اجتماع الجميع العمومية الأول حضورة سلس الأضاء الأقل أو 3000 عضو أيهم أقل وكان السابت من اختارات السادة المستشارين رؤساء اللجان العامة لهتين النقابتين الفرايتين أن عدد الذين حضر وأدلوا بأصواتهم يقل عن سلس الجميع العمومية وكذا عن 3000 صوت ومن سامة قرارات اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 14-2-2021 وفي الختام فإن اللجنة تتقدم بالشكر والعرفان لكافة الأجهزة الأمنية بالدولة وعلى رأسها سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلي لما بذلوه من جهد في تأمين العمليات الانتخابية قام تتقدم بالشكر لكافة أجهزة الدولة وعلى رأسها معالي المستشار عمر مروان وزير العدل لما بذلته من جهد في سبيل إنجاح هذه العملية وكذا تتقدم اللجنة لجموع المحامين وعلى رأسهم معالي النقيب لما ظهروا به من مصر خضاري مشرف ولا يفوت اللجنة القضائية أن تشيد بالجهد المبزول في تنظيم العمليات الانتخابية من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة ورئيسها الأستاذ مجد سخي ومقررها الأستاذ حسين الجمال وأمينها العامة الأستاذ صلاح سليمان الذين بذلوا جهدا رائعا في الإعداد والتنصيم وحسن التنصيق بيننا كما تشيد بجهود العاملين بالنقابة تحت رئاسة رئيس اللجنة وحيث ثبت يقين لللجنة القضائية أن تلك اللجنة أدت ما عليها وبذلت الجهد الوفير مما أدى إلى نجاح العمليات الانتخابية في شفافية وطبقت تلك اللجنة صحيح أحكام القانون ولا يفوت اللجنة أيضا أن تتقدم بعظيم التقدير والشكر والاحترام للسادة الزملاء مستشار هيئة قضايا الدولة الذين تولوا الإشراف على هذه الانتخابات سواء في اللجان الفرعية أو العامة والله أسأل والله أسأل أن يجعل مصر آمنة مطمئنة ساكنة مستقرة محفوظة مصونة اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره وتدميره تحية مصر تحية مصر تحية مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر